اشتركوا في القناة ومن أهمها تأمين الأمن وصون الاستقرار وحفظهما من أجل ضمان الانطلاقة التنموية التي تتطلع إليها الحكومة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى كما استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خطط الحكومة فيما يتعلق باستمرار تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة والخطط لخفض الدين العام من خلال تنمية الإرادات العامة النفطية وغير النفطية والمبادرات والإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات المالية التي تواجهها الميزانية وقد أطلع صاحب السمو الملكي ولي العهد خلال اللقاء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاركة سموه في مؤتمر باريس بشأن المناخ الذي شارك فيه سموه حيث تمنى سموهما أن تكون القرارات التي سيخرج بها المؤتمر حاميا للبيئة وحافظة لحقوق الدول